انتهت العهدة الانتخابية للمجالس البلدية والمجلس الولائي في ميلة ولكن مشاكل ربط عاصمة الولاية بالطريق السيار وازدواجية الطرقات نحو كبريات الدوائر لم تنتهي ومعها تضاف تأخر مشاريع السكن هذا الشعر المتخبين زيروا وعلي يشوف نسبانه وعلي يشوف اخوانه وعلي يشوف عمومه وعلي يخدم في الدار المواطن ما سيشوف مع حتى واحد تتكرر هذه المشاهد كديقور يومي للسكان لكن للمنتخبين المنتهية عهدتهم تبريرهم ازاء تحميلهم للمسؤولية يعني الصحافة ساهمت في بعض الاحلافية شويه صورة المنتخب المحلي ونقول رئيس البلدية هو منصب شرفي وهو الباب الاول ليطرق المواطن لازم نحسن هذه الصورة بتعاون الجميع كان ينجازات تداروهم ولكن لحد الآن ما زالوا مشاريع بزيزة ما وصلوش لهم مثل الماء 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 الغاز هذو كان الجاز هذو كان ما كانش في بعض كثير من البلدية فالأكيد في ولاية ميلة أنها بحاجة إلى مراجعة شاملة تضع مشاكل المواطنين كأولوية خاصة وأن خانة الفساد أصبحت تلاحق الكثيرين منهم أمام حتمية استغلال إمكانية الدولة بأياد نظيفة